اكد سمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن الرياضة البحرينية باتت أكثر فتاحا على مثيلاتها من الدول العالمية ودائما ما تسعى إلى تحقيق أقصى درجات التطور في مختلف منظومتها الإدارية والفنية عبر الاستفادة من التجارب الناجحة التي تمكن رياضة البحرين من المضي قدما في مسيرتها التطويرية وأكد سموه أن مملكة البحرين باتت تول الرياضة أهمية مضاعفة باعتبارها تمثل جزءا مهما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم واستضافة البطولات والأحداث الرياضية والاتجاه نحو صناعة الرياضة والترفيه الرياضي جاء ذلك خلال استقبال سمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة للسيد فراسي مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الاجتماعية والاقتصادية والذي يعتبر من الشخصيات البارزة والناجحة في مجال صناعة كرة القدم في العاصمة الفرنسية باريس وذلك بحضور سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة ونوه سمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة خلال اللقاء بما يربط بين البلدين الصديقين من علاقات وثيقة في مختلف المجالات بما فيها المجالان الشبابي والرياضي والذي يشهد تطورا تصاعديا بين البلدين معربا سموه عن أمله بتطوير هذه العلاقات نحو آفاق أرحب من التعاون البناء بما يلبي آمال وطموحات الشباب في البلدين ويسهم في تطوير القطاع الرياضي وأكد سموه حرص مملكة البحرين على فتح المزيد من قنوات التواصل والتعاون مع فرنسا في مختلف المجالات الرياضية خاصة وأنها تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات من بينها التتويج بلقب كأس العالم مرتين وخلال اللقاء بحث سمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة مع السيد فراسي التعاون المشترك في مجالات تطوير كرة القدم البحرينية بالإضافة إلى اكتشاف المزيد من المواهب الرياضية والعمل على سقلها بالصورة الصحيحة كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى صناعة كرة القدم وصناعة مساهمتها في الاقتصاد الوطني من جانبه ثمن السيد فراسي الدور الرائد الذي يقوم به سمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة واهتمام سموه الكبير بتطوير الرياضة البحرينية بصورة عامة وكرة القدم على وجه التحديد الأمر الذي ساهم في تحقيقها للعديد من النجاحات المتميزة على مختلف الأصعيدات مبديا استعداده التام للتعاون ونقل الخبرات الفرنسية في مجال تطوير كرة القدم إلى مملكة البحرين